ينضم إلينا من الخرطوم رسلنا خالد عويس والمزيد عن أجندة هذه الزيارة وهذه المحادثات نعم بالفعل فضيلة في أولى زياراتها الخارجية توجهت فجر اليوم وزيرة الخارجية السودانية الجديدة مريم الصادق المهدي إلى جوبا عاصمة جنوب السودان لبحث عدد من الأجندة هناك مع عدد من كبار المسؤولين في جوبا على رأسهم طبعا الرئيس سيلفاكير ميرديد العلاقات الثنائية وسبل تعزيز هذه العلاقات بالإضافة لملفات التعاون الاقتصادي وبحث أيضا وساطة جنوب السودان فيما يتعلق بأزمة الحدود مع إثيوبيا كل هذه الأجندة مع غيرها تحملها وزيرة الخارجية السودانية إلى جوبا طبعا مع بحث تنفيذ عملية السلام اتفاق السلام الذي وقع في جوبا بين الحكومة السودانية وأطراف سودانية مسلحة طبعا هذا التنفيذ يمضي على قدم وساق هنا في الخرطوم تم تشكيل مجلس الوزراء بعضوية عدد من قادة هذه الحركات كذلك انضم ثلاثة من قادة هذه الحركات للمجلس السيادي ويجري التشاور حول أيضا ولاة الولايات والمجلس التشريعي جوبا تتابع هذا الملف عن كثب كذلك الخرطوم التي ساعدت في اتفاق سلام جنوب السودان أيضا الخرطوم تراقب الأوضاع هناك وتقدم المساعدة ما طلب منها كذلك طبعا هذا تحول كبير فضيلة في علاقات البلدين البلدان الذين كانوا بلدا واحدا ثم جرت تخسيم في 2011 يعني سادت أجواء من التوتر بينهما في أيام نظام الرئيس السابق عمر البشير لكن بعد التغيير الذي حدث في الخرطوم هناك من الواضح أن العلاقات تتسم الآن بدفء كبير وتنسيق على مستوى عالي ورغبة واضحة كما يقول المحللون من الطرفين في حسن جوار وفي علاقات متميزة لعل الزيارة الأولى لوزيرة الخارجية خارجا خارج البلاد إلى جوبا أيضا فيها دلالات وفيها رمزية كبيرة وفيها قدر من الرسائل بأن جنوب السودان يحظى باهتمام سوداني بالغ وأن الخرطوم حريصة كل الحرص على توطيط هذه العلاقات وترسيخها خاصة مع علاقات شعبية يمكن وصفها بالمتميزة جدا حاليا فضيلة شكرا لك خالد عويس مرسلنا في الخرطوم شكرا لك